بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم جميعا نواصل معا شرح مادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي في الفصل الدراسي الأول وقد وصلنا إلى حرف جديد في هذه الحلقة هو حرف الحاء بعدما درسنا في الفيديو السابق حرف اللام هيا بنا ننظر إلى هذه الصورة ونتحدث عنها كما تعودنا سابقا ونحكي قصة جديدة طبعا حكينا قبل ذلك وذكرنا قصة نونو هل تذكرون وقصة لولو أيضا هنا في هذه القصة الجميلة علينا أن ننظر ونجعل الطفل يعني ننظر إلى الصورة ويتحدث عنها في البداية تحدث ويعبر عن ما يرى ثم بعد ذلك نحكي له هذه القصة نقول كان الحصان الصغير كان الحصال الصغير حس حس يعني نسميه أي اسم في حرف الحاء يعني بندلة الحصان يعني كان جائعا فبدأ يأكل الحشائش بسرعة كما نرى في الصورة بإذن كان جائعا فأكل الحشائش وفجأة أحس بقطعة من الحصى الحصى كلمة الحصى فيها أيضا حرف الحاء في حلقة في حلقة الحلقة أيضا فيها حرف الحاء في زور يعني فراح يحاول إخراجها قائلا ح ح هكذا هو ينطق أيضا حرف الحاء حتى خرجت الحصى من حلقه قصة أيضا نتعلم منها حرف الحاء تعالوا بنا أيضا نغني هذه الأغنية أغنية حرف الحاء ونردد معا نقول حاء حلوى تسعد قلبا تفرح طفلا تذهب حزنا بعد ذلك نستمع إلى هذه الكلمات ونلاحظ صوت حرف الحاء ثم عليك يا صديق أنت تتبعه تتبع الحرف بإصبعك تضع إصبعك تحت الحرف ونلونه بعد ذلك نكون بتلوين الحرف في النهاية بهكذا ونركز طبعا عندما ننطق اسم كل صورة نركز على حرف الحاء سواء أتى في البداية كما في هذه الكلمات يأتي في بداية الكلمة وهنا يأتي هنا في وسط الكلمة هكذا وهنا يأتي في نهاية الكلمة هيا بنا ننطق اسم كل صورة حبل حاء حاء حبل ونركز على النطق نطق الحركات أيضا حبل هنا حو حبوب حو حبوب هنا حي حمار هنا فتحة هنا ضمة وهنا كسرة حوض حا حوض هنا حصان حي حصان كلمة حصان ننطقها بالحاء مكسورة هكذا وليس يعني مضمومة نقول حصان بكسر الحاء حي حصان بعد ذلك لحم لحم الحرف هنا ساكن في وسط الكلمة لحم سلح فا هذا النطق الصحيح لا نقول سلح فا سلح فا بعد ذلك تمساح تمساح فلاح فلاح قمح قمح بعد ذلك عليك أن تلون شكل حرف الحاء على بناء يا صديق ننتقل إلى التدريبات سريعا حتى نطقن هذا الحرف بجميع أشكاله تدرب على حرف الحاء التدريب الأول استمع ثم مرسم دائرة حول الصورة التي تحتوي على صوت حرف الحاء علينا هنا أن نحدد الكلمات التي بها حرف الحاء سواء في البداية أو في الوسط أو في النهاية أين هذه الصور التي تحتوي على حرف الحاء هذه الكلمة إنها نحلة هنا طبعا زرافة ليس بها حرف الحاء ما هذا إنه حذاء 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 فيه حرف الحاء في البداية مكسورة مكسورة وبعدها حرف الذال الذال الصغيرة طيب ما هذا إنه ملح إنه ملح كما نرى يسقط هنا الملح ملح بهذا الشكل الحاء في النهاية السؤال أو التدريب الثاني صل الحبل بحرف الحاء صل الحبل بحرف الحاء كيف ذلك؟ ماذا نفعل في هذا التدريب؟ هنا نقوم بتوصيل هذه الحروف هنا حرف الحاء وكذلك هنا حرف الحاء أيضا وكذلك هنا حرف الحاء طيب هنا نقوم أيضا بتوصيل حرف الحاء هكذا بهذا الشكل بهذا الشكل وهذا الشكل أيضا يبقى نقوم بتوصيل الحبل بحرف الحاء فقط نختار حرف الحاء كلمة حبل تحتوي على حرف الحاء ونلاحظ طبعا وندرك أشكال حرف الحاء المختلفة كما ندرك في هذا التمرين الجميل السؤال الثالث تتبع حرف الحاء ثم صل كل شكل بكلمته المناسبة طبعا تدريب جميل لأنه يساعدنا أن نميز حرف الحاء منفصلا أو متصلا وعليك أن تتبعه ثم تكون بالتوصيل بالكلمة المناسبة يعني مثلا هنا أتى في بداية الكلمة متصل بما بعده متصل بما بعده كما في كلمة حوت اتصل الحاء حرف الحاء بحرف الواو هكذا هنا اتصل بما قبله وما بعده كما بما قبله وما بعده كما في كلمة بحر اتصل بالباء واتصل بالرأ طيب هنا اتصل بما قبله فقط كما في كلمة قمح هكذا نلاحظ طيب هنا أتى في نهاية الكلمة ولكن لم يتصل بما قبله لماذا؟ لأن قبله حرف الألف حرف الألف يتصل بما قبله ولا يتصل بما بعده فكتبت هكذا منفصلة إذن كتب هنا منفصلاً عما قبله وعما بعده هنا اتصل بما قبله فقط هنا اتصل بما قبله وما بعده هنا اتصل بما بعده فقط إذن سؤال جميل يعلمك أشكاله في حالاته المختلفة حالة الانفصال والاتصال هنا استمع وتحدث ماذا ترى في الحقل كلمة حقل بها حرف الحق أيضا هذا سؤال عليك أن تعبر وتتحدث طيب السؤال الرابع تتبع حرف الحق تتبع هنا حرف الحق طبعا ممكن أن تتبع الكلمة كاملة ولكن نركز يعني على حرف الحق بحركياته المختلفة حقل حسن بلح يحمل هذا فعل يحمل وهنا تفاح وهنا تفاح طبعا نركز على الحروف فقط لا نتطرق لأشياء خارج الموضوع السؤال الخامس تتبع خطوات كتابة حرف الحق ثم تتبعه ولونه طبعا في هذا التدريب أيضا عليك أن تتبع خطوات كتابة الحرف باتجاهات الأسهم كما خطوة خطوة إذا بترسم حرف الحق تبدأ من هنا كده وتمشي كده ليجوز الأعلى ثم بعد ذلك الجزء اللي هو الدائري هكذا أو النصف دائري بهذا الشكل إذن عليك أن تسير مع هذه الأسهم هكذا خطوة خطوة ثم تلونه في النهاية هنا تلون هذا الشكل في النهاية ننتقل إلى السؤال السادس ننتق وتعرف حرف الحق بحركاته المختلفة وتتبعه بيزا عليك أن تتبع كل حرف بحركاته المختلفة وننطق طبعا الحرف بهذه الحركات هنا حق حقيبة حق حق مفتوحة حقيبة هنا حو حروف هذه حروف اللغة العربية حو حروف حي نقول حمص هنا نقول حمص هكذا اللي هو بنقول عليه الحمص يعني إنما هو ينطق هكذا النطقي بالفصحة حمص هكذا الحق مكسورة والميم عليها شدة وفتحة حمص بعد ذلك هنا نحل كلمة نحل الحق هنا ساكن بهذه الأشكال طبعا الفتحة لأعلى حق الكسرة لأسفل حي وهنا طبعا بنضم الفم حو ونضم الشفتين هنا الحق طبعا ساكن هذه حركات وهذا سكون اللي هو عدم الحركة بيزا لدينا الحركات ثلاثة فقط بعد ذلك السؤال السابع انطق واصل صوت حرف الحق بالصورة المناسبة لا في هذا السؤال السابع طبعا عليك أن تنطق حرف الحق بالحركات المختلفة وننطق أيضا أسماء هذه الصور الموجودة ونحدد صوت حرف الحق ثم نكون بتوصيل بالصورة المناسبة طبعا كلمة فيل ليس فيها حرف الحق هنا مثلا حوت حوت يبدأ بحرف الحق المضمومة حوت هنا نكون حمار بكسر الحق حمار هنا لحم الحق هنا ساكنة بقي لنا هذا الشكل هنا حرف الحق وحرف الحق هنا مفتوحة ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثامن استمع ثم ضع الضبط المناسب للحرف لكل صورة الضبط اللي هو بقى الثلاث حركات والسكون هذا نسميه ضبطا بإذن علينا أن ننطق هنا كل صورة بشكل واضح شكل مسموع مع التركيز على حرف الحق ونساعد الطفل طبعا في وضع هذا الضبط المناسب للحرف هنا مثلا نقول حجر ح نركز على حرف الحق بحركاته فنقول حجر الحق مفتوحة طيب ما هذا هنا مثلا طبعا ننطق ليس بالترتيب يعني حتى نساعد الطفل على أنه هو يختار النطق الصحيح هنا مثلا ممكن أن ننطق هذه الكلمة أولا أن نقول حصان فيضع هنا كسرة يمكن أن ننطق هنا نقول فحم فحم فيضع سكون طيب هنا ممكن أن نقول حبوب حو حبوب فيضع ضمة السؤال التاسع هو أيضا وعي صوتي وكتابة هنا سوف ننطق أسماء الصور بشكل واضح أيضا ونركز على حركة حرف الحق طبعا كل صورة تحتها نقاط فهنا يكتب الحرف فقط يعني يركز على الحرف بحركاته مضبوطا طبعا كما كنا فهنا حذاء الحق مكسورة فيكتب الحق تحتها الكسرة هنا حوض كما نلاحظ هذا السنبور وهنا الحوض بعضا الحق هنا مفتوحة حا هكذا حوض هنا لون أحمر بعضا يكتب الحق ساكن هنا حروف حروف فيكتب الحق هنا مضمومة ننتقل إلى السؤال العاشر في هذا السؤال استمع وردد ثم لاحظ الحرف الساكن إذن نركز هنا على نطق هذا المقطع مع الطفل ونركز على نطق الحرف الساكن وهذا هو الهدف من التدريب هنا نقول فحم فحم نسمعه حرف الحق وهو ساكن نحرم هنا إحسان هكذا نطق الحرف الساكن حرف الحق السؤال الحادي عشر استمع ثم ظلل استمع ثم ظلل مكان مكان صوت حرف الحق طبعا هذا التدريب تعودنا عليه مع أصدقائنا طبعا الذين يتابعون القناة باستمرار ولا يبخلوا علينا طبعا بمشاركة هذه الفيديوهات اعمل مشاركة الآن حتى لا تنسى اعمل مشاركة اعمل أعجاب بالفيديو ولا تنسى أن تشترك أيضا في القناة حتى يصل إليك كل جديد بإذن الله هنا نشارك طبعا مع الطفل في تحديد أصوات هذه الكلمات المنطوقة يعني مثلا هنا ما هذا؟ إنه حبر حبر هكذا حبر إذن أين حرف الحق؟ إنه في البداية إذن نظلل هذا الجزء الأول هنا ما هذا؟ إنه بلح بلح حرف طبعا الحق أتى هنا في النهاية نلون هذا الحرف رقم 3 بعد ذلك ما هذا؟ إنه بحر بحر هكذا بحر إذن نلون هذا الحرف الثاني في الوسط بحر والحق هنا ساكنة السؤال الثاني عشر أدمج لتكون كلمة سؤال الدمج هنا في ماذا نفعل؟ هنا طبعا هو سؤال الدمج نكون بدمج هذه الحروف لنكون كلمة هنا نكون كلمة لحم هكذا هنا نكون كلمة طبعا علينا أن ندمج هذه الكلمات هنا حمل حمل بهذا الشكل أو حملاء طيب السؤال الثالث عشر طبعا رتب لتكون كلمة علينا أن نرتب لنكون كلمة ولكن علينا الترتيب أولا يعني علينا أن نرتب هذه الكلمات فهي غير مرتبة يمكن مثلا أن نقول هنا نحل نحل النون هكذا نحل بهذا الشكل لتناسب الصورة هنا نقول ملح الميم هنا مكسورة كمان نلاحظ ملح طيب هذا هو الملح هذا هو النح بعد ذلك هنا حبل حبل الحق أولا ثم الباء ساكنة ثم اللام حبل السؤال الرابع عشر ماذا يطلب؟ كون كلمة من الحروف التالية كون كلمة من الحروف التالية اللي هي الميم والحق واللاب إذن هو سؤال يعني دمج وكتابة أيضا فنطلب من الطفل أنه يدمج أصوات الحروف ليكون كلمة ثم يكتبها هنا نكتب الحروف الأول منفصلة هكذا لحمة بعد ذلك نكون بدمجها وتوصيلها معا في كلمة واحدة لحمة بهذا الشكل السؤال الخامس عشر هو سؤال طبعا برضو يعني سؤال وعي صوتي وبصري وكتابة فهنا انطق وعبر نشارك الطفل في التعبير عن الصورة بكتابة الكلمة طيب هنا ماذا نكتب؟ نكتب هنا حبل حبل بهذا الشكل حبل ثم نكتب هنا ملح ملح والميم طبعا مكسورة واللام ساكنة السؤال التالي السؤال السادس عشر اقرأ ثم صل قالت أمي أنا أحمل الملح طبعا في هذا السؤال هنقرأ كل جملة وبالتالي نكون بتوصيلها بالصورة المناسبة قالت أمي أنا أحمل الملح يبازا تناسب صورة الملح قال أبي أنا أحمل البلح إذن هذه صورة البلح نركز طبعا في النطقة لحرف الحاء كما تعودنا السؤال السابع عشر هنا سؤال طبعا إملاء اكتب ما يملأ عليك فسؤال الكتابة يعني بيكتب الطفل طبعا ونملأ عليه حرف الحاء كلمات بها حرف الحاء نقول مثلا كما كنا حمل نقول بحر نقول ملح وهكذا نقول لحن نقول بلح وهكذا كلمات كثيرة بها حرف الحاء ثم يصوب هنا الخطأ السؤال الثامن عشر اقرأ وتتبع ثم يكتب هنا يتتبع حرف الحاء ثم يكتبه ونلاحظ أنه لابد أن يتتبع الاتجاهات الصحيحة ونساعده في الكتابة أيضا ولكن يبدأ الكتابة من أسفل إلى أعلى من آخر سطر ثم يصعد إلى الأعلى السؤال التاسع عشر في هذا السؤال اقرأ ثم تتبع الحرف الساكن هنا يقرأ الكلمات ثم يتتبع الحرف الساكن ويركز طبعا على نطق الحرف الساكن هذا الهدف من التمرين لحم لحم بحر بحر نح نحن أحمل أحملو بعد ذلك السؤال العشرون اقرأ وتتبع ثم اكتب الكلمة طبعا مثل السؤال السابق اللي هو بنصعد طبعا من الأسفل يعني نبدأ الكتابة من الأسفل ثم نصعد إلى الأعلى بنفس الطريقة السابقة حبل نحل وحب حفل حلم حملاء بعد ذلك نصل إلى أسئلة جديدة وهي أسئلة اختبر نفسك على حرف الح السؤال الأول اقرأ ثم تتبع هنا نقرأ الحروف طبعا نقرأ كل حرف بحركاته المختلفة حا حو حي بهذا الشكل وبهذا النطق ثم يتتبع الطفل طبعا هذه الحروف بالحركات السؤال الثاني ضع كل صوت في مكانه المناسب حا حو حي وطبعا الحاء الساكنة لا يمكن أن نبدأ به هنا طبعا نقول كلمة أحمر هنا أخذنا حرف الحاء الساكن طبعا هنا حوت الحاء مضمومة هنا نقول حوض الحاء مفتوحة حوض وأخيرا يتبقى لنا حرف الحاء طبعا الحرف المكسور حصان هكذا حصان يبقى إذا النطق الصحيح يساعدك طبعا لو أنت مش عارف النطق الصحيح كنت هتكتب هنا المضموم حصان زي ما احنا بنطلق هو اسمه حصان طبقا السؤال الثالث اقرأ ثم حلل إلى حروف نحلل هكذا الحاء مفتوحة ثم بعد ذلك ألفاء ثم اللام حفل هنا لحم اللام مفتوحة الحاء ساكنة الحاء ساكنة بعد ذلك حرف المين هكذا بعد ذلك حبل بهذا الشكل حبل طبعا نفصل الكلمات هنا ملح بهذا الشكل ملح طبعا يعني نكون بتوصيل الكلمات السؤال الرابع أدمج لتكون كلمة هنا نقول في هذه الكلمة هنا هذا السؤال الرابع نقول مثلا هنا ملح في هذا السؤال يمكن أن نكتب هنا مثلا ملح أو نكتب حلم حلم هنا نكتب بلح بهذا الشكل طيب هنا ماذا نكتب؟ نكتب هنا نحل نحل هكذا طيب السؤال الخامس كون كلمات من هذه الحروف يعني أعطانا حروف نكون منها كلمات سلاس كلمات هنا نقول مثلا بلح هنا يمكن أن نقول ملح هنا يمكن أن نقول لحم وهكذا من هذه الحروف السؤال السادس انظر وعبر بكلمة عن هذه الصور طبعا هنا صورة لحم بهذا الشكل لحم بعد ذلك هنا طبعا للمفرد والجمع يعني نقول لحم بعد ذلك هنا بلح بهذا الشكل بلح بعد ذلك هنا نحل السؤال السابع والأخير نذكر اسم طائر واسم حيوان بهما حرف الحاء علينا نذكر ذلك يعني شفاهيا أو نكتب من باب أولى حتى نتعود يعني كتابة الكلمات اسم طائر واسم حيوان حيوان مثلا نقول حصان هكذا بالحق المكسور حصان أو مثلا نقول حمار هكذا حق مكسور حمار طيب هنا اسم طائر نقول مثلا حمام اسم طائر نقول حمام طبعا أيضا لدينا في الحيوان لدينا حيوان يسمى الحمل أيضا حمل هكذا نقول هي الحمل الوديع وهكذا ممكن مثلا أن نقول يعني كلمات كثيرة يمكن أن تبدأ بحرف الحق أو بها حرف الحق وشاركنا طبعا بذلك بأسماء يعني غير التي جاءت في الدرس أسماء طبعا بها حرف الحق سواء في البداية أو في الوسط أو في النهاية سواء مطمومة أو مفتوحة أو مكسورة أو ساكنة تابعوا معنا الفيديو القادم أسئلة تدرب لاحظ واكتشف لاحظ واكتشف وهي أسئلة وأنشطة مراجعة على الحروف السابقة حرف الفاء وحرف النون واللام والحق نراجع معا في الفيديو التالي بإذن الله في النهاية شكرا لكم على حسن المتابعة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة ومشاركة هذه الفيديوهات مع الآخرين والإعجاب بها أنتم طبعا أهل الكرم أنتم أصدقائي دائما شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته